تنظيم عملية إنتاج اللحوم الحمراء من الموال إلى الجزار وإيجاد حل للفائض المسجل في إنتاجها مع النظر في مشكلة تمويل بمنتوج الشعير هي جملة الانشغالات التي طرحت على طويلة وزير الفلاحة خلال لقاء وطني جمعه بمختلف الفاعلين في قطاع إنتاج اللحوم الحمراء كل أمور في الرياحية ومتحكم فيها في قضية الأعلاف في قضية تربية اللحوم سوف ندرس قضية ماذا بنا باش ندعموا المنتوج الوطني وطلبنا باش المنتجين والمربيين يكونوا مهيكلين أحسن ويكونوا في إطار تعاونيات لكوبراتيف وهذا ما نحسنوا فيه باش القيمة الموظافة لرهم يعني يخدموا فيها يستفادوا منها هما الأولين ويستفادوا منها حتى المستهلك في وقت يشتك فيه الموالون من الفائض في اللحوم الحمراء المسجل وطنيا يعاني المستهلك من أسعارها المرتفعة اختلال في المعادلة التي تربط السعر بقانون العرض والطلب الموال حاسبوه هل رهم غطي لحتياجة تعصق الوطني ولا لا يقول لك نعم أما الأسعار ما خاطئه الأسعار من عدنا ما يفوش 80 ألف قضية الأسعار فيه متعاملين بزاف فيه لماكينيون فيه لروفوندور فيه لبوشي فيه كذا كلهم رهم يبروفيتيوا في المواطن كل صراحة ما نخبوها شهر القضاء على المضاربة ومشكل ارتفاع الأسعار يستلزم حسن استغلال الثروة الحيوانية بمرافقة ومراقبة كل أطراف السلسلة الإنتاجية لرفع المعاناة عن الموال والمستهلك